هناخد بقى شوية مسائل على بس في الاول عايزة الصفحة دي تلزق في الدماغكو شوية احنا قلنا الفيديو اللي فات سريعا كده ان احنا خدنا ان ديهم اربع حالات اول حالة دي بتبقى لما يبقى في الفاكتر باور وون والبراكت مفيش عليه باور يعني هو باور وون الريبيتد لينير فاكتر هو هو نفس الكلام بس باور باور ان كوادراتيك فاكتر لما يبقى باور 2 وريبيتد كوادراتيك لما يبقى باور 2 وفيه على البراكت باور طيب وقلنا انه لما بيبقى لينير بنقسم بناخد كل فاكتر ونعمله في فراكشن الواحده وبنكتب في النيوميريتر بنكتب كونستنت اي او بي ولما يكون كوادراتيك اه بنكتب فوق ايه مسلا اكس بلس بي او بي اكس بلس سي او ايا كان الحروف يعني اللي احنا هنكتبها كلها كانت تنسبش فالقه طيب خليلي كده ايه معنا اول سؤال عندي اكس اوور اكس سكوار بلس تري اكس بلس دو احنا قلنا اتفقنا الفيديو اللي فاتت احنا اول حاجة اول ما نشوف المسألة اول حاجة هنفكر فيها الدجري بتاعت النيميريتر والدجري بتاعت الديميريتر الديميريتر انا عند هنا اكس بلس بلس و هنا اكس سكوار هل احنا قلنا ان الدجري بتاع النيميريتر لازم يكون اصغر من الدجري بتاعت الديميريتر طبام اا دي اول حاجة بنتشاك عليها طيب ثاني حاجة بنشوف هو فاكتورد ولا لا هل ما عملو اللي فاكتورايز او ممكن اا اا اعملو فاكتورايز او او اوصلو لسيمبليست فور طب تعالوا نشوف عن مسألة دي اكس اوور عندنا اكس واكس التو دي تو وان الاتنين بلس خلاص ينفعي تعملو فاكتورايزيشن طيب ثالث حاجة بشوفها بشوف انا فان هي كيس طيب انا عندي دي في الديميريتر او الفاكتور ده لينير باور وان وده لينير والتو براكتز اا باور وان فكده ايه انا مش ريبيتد طيب خلاص بعد كده بقسم بقى كل اا كل فاكتور في فراكشن الواحده اكس بلاس ثول واكس بلاس وان وبما ان ده لينير فحط هنا ايه وهحط هنا بايه وبعد كده هادرب انا عايزة دلوقتي انا في الفيديو اللي فات خدت الحد هنا في الفيديو ده انا عايزة تعلم ازاي يجيب ايه وازاي يجيب بايه عشان خطر اعمل لهم ويتبقى يبداني عندي اسهل. طيب. اه هادرب الـ two sides بالـ denominator بتاع الـ side الاولاني. بـ x plus 1 x plus 2 x plus 1. تمام? فهيبقى لي من هنا x equal. x plus 2 هتروح مع x plus 2 بقى لي x plus 1 plus b. x plus 1 بقى لي x plus 2. طيب انا في لما اوصل للجزء ده بيبقى عندي طريقتين للشغل. اول حاجة لو linear انا ممكن مسلا اجيب اجيب الزيرز بتاعة الـ denominator واعوض بيه. يعني مسلا اجي هنا اقول ان انا هعوض بالـ x مرة بالـ negative 1. فلما يبقى بالـ negative 1 الترم ده هيبقى بزيرو. فهقدر اجيب الـ b. وبعد كده اعوض الـ x بالـ negative 2 فالـ b هتبقى بزيرو. واقدر اجيب الـ ايه. بس الطريقة دي بتمشي في حالة linear بس. وفي بعض الحالات الخاصة جدا في الـ quadratic. انما ومش كمان وبتبقى كمان مش هي الحل يعني بتبقى اول استاذ في الحل. انما الطريقة general تانية اا بجيب الـ coefficient. ازاي. بفوق يعني انا هشتغل دلوقتي بالطريقتين. اول مرة هشتغل بالطريقة العادية الاولانية اللي انا قلت عليها اقول at x equal negative 1. at x equal negative 1 يبقى انا عندي هنا negative 1 بلاس 1 زيرو. الترم ده راح. negative 1 بلاس 2 equal negative 1. يبقى انا عندي negative B بيساوي negative 1. وبعد كده اقول at x equal negative 2. at x equal negative 2 negative 2 بلاس 2. زيرو راح الترم ده خالص. يبقى negative 2 بلاس 1 بnegative 1. يبقى الـ a negative A equal. احنا قلنا x بnegative 2 equal negative 2. يبقى الـ a عندنا ب2. ده اول حل. طيب تاني حل. لا انا هشتغل بحل general الاكتر. انا هفك الـ a. هضرب الـ a في البراكت والـ b في البراكت. فيبقى عندي ax plus a plus bx plus 2b equal x. هجيب الـ like terms جنب بعض. الحاجات اللي فيهم اكسات جنب بعض والحاجات اللي من غير اكسات برضه جنب بعض. 2b equal x. طيب انا رو خطر ان هنا اكس common factor يبقى لي a plus b plus a plus 2b equal x. الـ coefficient بتاعت الـ x هنا بone. والـ coefficient بتاع الـ x هنا بـ a plus b. يبقى الـ a plus b بيساوي الـ coefficient بتاع ده بيساوي الـ coefficient بتاع ده. يبقى a plus zero يبقى a plus b بيساوي zero. طبعا. نكمل هنا. عندي اتنين احلهم مع بعض. a plus b equal one. وعندي a plus two b equal zero. هعملهم minus a minus a zero b minus two b b negative b equal one. يبقى الـ b عندي بيساوي negative one. اعوض هنا هتطلع الـ a عندي بتوع. تطلع هنا برضو الـ a بتوع. الـ b بالنفس الاجابة بالزبط. بس الطريقة دي general اكتر. طيب. جبت الـ a وجبت الـ b. احنا المفروض دلوقتي نجيب الانتجريشن. انا هطلع اجيب الانتجريشن بتاع ده. هيقول ان هو بيساوي الانتجريشن ده. plus الانتجريشن ده. دي اكس دي اكس. واشيل الـ a. وحط مكانها. 2. واشيل الـ b وحط مكانه. negative one. طيب تعال نكتب بقى الكلام ده. 2. احزيل الانتجريشن. كلا مكان. غير ببعنة. احزيل الانتجريشن. احزيل ال two. احزيل الانتجريشن. اطلع ابر. اول انها two. 1 over x plus 2 dx plus minus بقى طلع النجدة فبر minus integration 1 over x plus 1 dx خلص انا كده بقى عندي integration سهل جد derivative derivative x plus 2 بوان اهي موجودة فوق يبقى ادي f dash of x over f of x يبقى انا عندي 2 lin absolute x plus 2 minus lin absolute x plus 1 plus c كده دي اول مسألة تاني مسألة عندنا 4 x plus 9 over x minus 1 x plus 1 x plus 4 طيب هل بتاعة ال numerator اكبر بال denominator لا دي x power 3 ودي x power 1 طيب اه هل انا قدر اعمل factorize اكتر من كده لا اه x minus 1 خلاص مش هتتفكر اكتر من كده فهكتب هنا x minus 1 x plus 1 برضو مش هتتفكه اكتر من كده x plus 4 برضو مش هتتفكه اكتر من كده يبقى انا انا كده في ال simplest form بتاعتي طيب الطيب بتاعي linear 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 دي سهلة جد x minus 1 x plus 1 x plus 4 a b c عشان linear تمام وبعد كده هتضرف x minus 1 x plus 1 x plus 4 ال two sides هنا يبقى عندي 4 x plus 9 equal a x minus 1 اتروح مع x minus 1 يبقى لي x plus 1 x plus 4 plus b x plus 1 رحت مع x plus 1 يبقى x minus 1 x plus 4 plus c x plus 4 رحت مع x plus 4 يبقى x minus 1 x plus 1 طيب انا دلوقتي الاسهل لي طبعا ان انا هقول مرة x ب1 مرة x بنكتب 1 مرة x بنكتب 4 بس انا هشتغل بالطريقة general 4 x plus 9 equal هضرب ال two brackets يديني x square plus plus 4 plus x plus 4 x يبقى 5 x وهضرب ال a فيه يبقى انا عندي a x square plus 5 a x plus 4 a بعد كده ال b نفس الكلام هيبقى عندي x square minus 4 negative عندي negative x و باستف 4 x يبقى plus 3 x يبقى انا عندي b x square plus 3 b x minus 4 b equal انا عندي x square x square عندي x square عندي negative x و باستف x رحو مع بعض x square minus 1 ده plus يبقى c x square minus c الكلام ده بيساوي 4 x plus 9 طيب طعا نجمع بقى x square عندي x square x square x square يبقى a plus b plus plus c equal انا عندي x square لا ما عندي x square يبقى b بيساوي 0 طيب ال x بس عندي 5 a 5 a و 3 3 b بلاس 3 b عندنا x او بفور طيب الحاجات اللي مفهاش اكسات اصل عندي 4 a و negative 4 b و negative c 4 a minus 4 b minus c equal الحاجات ايه الترم اللي فوش اكسات تسعة equal 9 طيب عندي ثلاثة اكويشنز بثلاثة انواند انا عندي 5 a Ni عندي 5 a plus 3 b equal 4 يبقى انا عندي مثلا هقول ان 5 a بتساوي 4-3b. ابقى a-b يساوي 4 over 5 minus 3 over 5b. هشيل بقى كل a في كل equation وعوض بها بـ 4 over 5 minus 3 over 5b. فانا عندي 4 over 5 minus 3 3 over 5b plus b plus c equal zero. negative 3 over 5 plus 5 over 5 negative 3 plus 5 بـ 2. هتبقى عندي 2 over 5b plus c equal negative 4 over 5. وعندي الـ equation الثالثة هشيل 4a وحط مكانها. يبقى عندي 4. طيب. 4 over 5 minus 3 over 5b minus 4b minus c. 2 over 5. انا عندي الـ equation الاولى نابت قول 2 over 5 b plus c equal negative 4 over 5. والـ equation الثانية عندي 4 هدخل 4 على الـ bracket. 4 times 4 16 over 5 minus 12 over 5b. minus 4b minus 4b minus c equal 9. negative 12 over 5 minus 4. هيديني negative 32 over 5. يبقى عندي negative 32 over 5b minus c. وديها وديها الناحية التانية 16 over 5. هيديني negative 3 over 5. وديها الناحية التانية 16 over 5 هيبقى 9 minus 16 over 5 equal 29 over 5. ممكن نضربها 5 كلها يبقى negative 32 over 5 minus 5 c equal 29. يبقى عندي دلوقتي هو two equations. وعندي 2b plus 5c equal negative 4. two equations و two on. ونسبت هالي كده الموضوع بقى أسهل شوية. عندي negative 5c هعمل لهم addition. negative 32 plus two تبقى negative 30b. negative 5 plus 5c equal 0. 29 minus 4 equal 25. يبقى عندي البيبي ساوي 25. 25 over 30. 25 over 30. 25 over 30. نعمل divide 5. هيبقى البيبي ساوي 5 over 6. نجيب بقى c من أي equation منه. مثلا عندي 2b. 10 over 6 plus 5c equal negative 4. يبقى من هنا البيبي ساوي negative 4 minus 10 over 6 divide 5. 17 over 15. يبقى انا عندي وصلت ان ال a بيتساوي. انا لسه ما جبتش ال a انا عندي ال a وال b والc. ال a بيتساوي 4 over 5. ال a بيتساوي 4 over 5. ال a بيتساوي 4 over 5. 5 minus 3 over 5b. 3 over 5b. ال b انا نجيبناه ب 5 over 6. تطلع ب 3 over 10. التتججين. وارجع لل ال integration بتاعي. 1 over x minus 1 dx أشيل البي وقتب 5 over 6 integration 1 over x plus 1 dx وأشيل الـC وقتب negative 17 over 15 integration x plus 4 dx 1 over x plus 4 dx يبقى أنك هذا عندي 3 over 10 ln absolute x minus 1 5 over 6 then absolute x plus 1 negative 17 over 15 then absolute x plus 4 توايا هي الدرس سهل جدا وكل تقريبا الأفكار واحدة بس هو ممكن تبقى مثلا فكرة طويلة شوية أو عندك كذا أنون بكذا equation فتغلب شوية لما تعرف تجيبهم ممكن تعمل partial fraction partial fraction أكتر من مرة يعني هي دي كل الأفكار طيب السؤال اللي بعد كده بيقول 3x minus 8 over x square minus 4x minus 5 3x x power 1 في النيومريتور وx square في الديوميناتور تمام نعمل 3x minus 8 نعمل factorization x و x 5 ما لا أجغل 5 و 1 1 minus والثانية plus بيساوي linear و linear x minus 5 و x plus 1 a و b linear خلاص الموضوع سهل جدا وإحنا خفزناه طريبة بعدين هنغرف x minus 5 x plus 1 يبقى عندي 3x minus 8 بيساوي ax plus 1 plus b x minus 5 طيب تعالوا نجرب بقى نحلي بالطريقة الأولانية العادية أسهل عشان ننجز الوقت نولأت x equal negative 1 negative 3 minus 8 equal negative 1 اللي اي راحت negative 1 minus 5 negative 6 b هنا هنعرف negative 6b equal negative 3 minus 8 هي يبقى negative 11 يبقى b بيساوي negative 11 over sorry negative 1 هتروح مع negative هتساوي 11 over 6 طيب و add x equal 5 3 times 5 15 15 minus 8 هنبقى 7 equal 5 plus 1 6a يبقى l-a هتساوي 7 over 6 و نفس الكلام اللي عملناه اللي بنعمله في كل المسائل هنعوض في a وهنعوض في b وهيطلع في الآخر final answer في integration هيتطلع a7 over 6 len absolute x minus 5 plus 11 over 6 len absolute x plus 1 plus c x plus 4 plus 1 over x power 3 plus 9 x طيب اول حاجة هنشوفها ايه الدجري الدجري بتاعت ال numerator power 4 وبتاعت ال denominator power 3 ده اللي فوق اكبر من اللي تحت انا كده لازم الاجأ لل long division انا عارفة انه مغاظمنا ما بيحبش long division او تهيالي كلنا ما بيحبش long division بس اخنا مضطرين طيب هننتصرف ازاي في الوضع ده تعال نتعلمه مع بعض هنكتب اللي فوق هنكتبه جوه x power 4 plus 1 واللي تحت هنكتبه برا x power 3 plus 9x طيب وبعد كده هناخد x power 4 دي نقسمها على اول term في الناحية التانية فx power 4 over x power 3 هتدينا x طبعا وبعد كده عامل ايه اخذ الx اللي طلع ده اضربه مرة في x power 3 ومرة في 9x x power 3 يديني x power 4 x time 9x يديني plus 9x square وبعدين نعمل لهم subtraction x power 4 minus x power 4 رحو مع بعض 1 minus يبقى لي 1 minus 9x square هو ده الريمندر بعمل ايه بانا في الريمندر ده باخذ اجمعه على الx اللي طلع من غير من الريمندر فهيبقى هيطلع لي الفانل انسر في الاخر x plus 1 minus 9x square over x power 3 plus 9x plus x power 3 بلس 9x طيب يبقى انا عندي integration x dx خلاص دي سهلة plus integration 1 minus 9x square over x power 3 plus 9x طيب هل انا كده استفدت حاجة طب ما انا لسه عندي منظر مجالس برضو ايوة بس احنا هنا هنلاقي ان انا عندي ال numerator في second degree وال denominator third degree بقى اللي فوق اقل من اللي تحت يبقى انا كده هقدر اكمل في ال steps اللي احنا متعودين عليها طيب هل انا اقدر اعمل factorize للم denominator ممكن انا لقيت هنا x وهنا x فممكن اخذ ال x common factor فيبقى عندي 1 minus 9x square over x x square plus 9 كده بقى في الصورة اللي احنا متعودين عليها طيب تالت حاجة باشوفها ايه الكيس اللي انا فيها لقيت ان دي quadratic وده وال x linear خلاص تمام سهلا زي كل المسائل اللي حالينا عندنا هنا x plus x square plus 9 ال x دي linear فهتاخد حرف واحد ال x square plus 9 دي quadratic فهتاخد bx plus c وبعدين هضرف في اكس في اكس square plus 9 لل 2 sides فهتبقى هنا 1 minus 9x square equal ax square plus 9 plus bx plus c time x 1 minus 9x square equal ax square plus 9 plus 9a plus bx square plus cx طيب هنا عندي x square اشوف بقى ال x square x square x square x square يبقى a plus b بيساوي الكافة شمتاع x square negative 9 آآ ال x عندي هنا cx ما عنديش ايه حاجة تانية فيها اكس هات وهنا مفيش ايه حاجة فيها اكس هات يبقى انا السي بالنسبة لي بزيرو طيب الكنستنس 9A عندي 9A 9A equal 1 يبقى 1 over 9 ده معناه ان البي بيساوي بيساوي negative 9 minus 1 over 9 طيب تعالوا نعمل نجيبها الانتجريشن عندي انتجريشن 1 over 9 نكتب 1 over 9 بره بقى هنا 1 over x dx plus integration اللي بي في كام negative 82 over 9 x plus c بزيرو خلاص over x square plus 9 dx 1 over x لن absolute x خلاص دي خلصت هنطلع عن negative هيبقى انا عندي 1 over 9 integration x bar negative 1 dx minus 82 over 9 integration x over x square plus 9 dx derivative x square بـ 2x الـ x موجودة فوقه نضرب 2 ونقسم تحت على 2 فانا عندي 1 over 9 لن absolute x minus 82 time half هيطلع negative 41 over 9 لن absolute x square plus 9 احنا كان عندنا اصلاً integration للـ x وهزودها بلوس integration x x square over 2 plus c هادي الفاين الانسير بتاعت المسألة الاولانية خلاص طبعاً عندي كدا عندي 3x square plus 4x minus 6 over x square minus 3x plus 2 dx اول حاقة بتشاك عليها صنع ال هكتب جوا المكتوب فوق 3x square plus 4x minus 6 x square minus 3x plus 2 وبعدين هاخد 3x دي وعمل لها divide اول turn 3x square divide x square هيديني 3 وبعدين هضرب 3 دي في البركت كل هيدينينا 3x square minus 9x plus 6 وبعدين هعمل لهم subtraction 3x square minus 3x square 0 رقم على بعض 4x plus 9x ب13x negative 6 minus 6 negative 12 بعد كده هاخد 13x minus 12 دي اعمل لها divide الكلام ده يبقى عندي 13x minus 12 over x square minus 3x plus 2 وبعدين اخد ده ازود عليه 3 3 plus الكلام ده وبعدين هعمل integration بقى طيب انا استفدت حاجة من اللي انا عملته ده اه ده power 1 وده power 2 طيب انا هجيبي الintegration بقى بتاع الكلام ده يبقى انا عندي integration 3 dx دي سهلة plus integration 13x minus 12 over x square minus 3x plus 2 dx طيب انا ممكن اعمل لها factorization اكتر من كده ممكن 13x minus 12 over ادي اكس و اكس التو هتبقى 2 و 1 negative و negative x minus 2 x minus 1 linear و linear يبقى a و b وبعدين هنضرف في الكاف في ال denominator بتاعت الفرد الصائد ده فيبقى عندي a x minus 1 plus b x minus 2 equal 13 x minus 12 ax minus a plus b x minus 2 b equal 13 x minus 12 الفرد الصائد ايمين الكلال ايمين الكلال so coefficient بتاعت نيجتيف أ e minus 2 b equal 0 يبقى a plus 2 b equal 0 a minus a 0 b 2 b called م معانا كده أدن b ساوي وبعدين نعوض هنا نجيب فالA هتطلع وبعدين اعوض هنا اجيب فهيطلع عندي في الاخر أنا كان عندي هنا هتطلع ثم سأتحق تمام انا لو جربت اعمل فاكتورايزيشن ليه دي مش هتتعملها فاكتورايز طب اعمل ايه اتصرف ازاي انا مع الحاجة اللي مش هتعملها فاكتورايز دي وهي بولينامي الكده مش لينير فونكشن هتعمل معها لانها كودريتك فانكشن عادي فها اخد 2 over x minus 4 x square plus 2x plus 6 بي سوي x minus 4 plus x square plus 2x plus 6 دي لينير ايه ودي انا قلت انها هتعمل معها لانها كودريتك فا تديني bx plus c وبعدين نفس الكلام هتضرب هنا ax square plus 2x plus 6 plus bx plus c times x minus 4 equal 2 ax square plus 2ax plus 6a plus bx plus bx plus bx square minus 4c minus 4c plus cx minus 4bx equal 2 x plus 0 الحاجة اللي فيها اكسات 2AX يبقى 2A plus C minus 4B equal 0 6 6A minus 4C equal 2 عندي 3 equations بتلاتة عنونز اقدر اجيب التلاتة عنونز A plus B A plus B equal 0 عندي A equal negative B فها عوض في كل واحدة من هنا لان A equal negative B عندي negative 2B minus 4B plus C equal 0 وعندي negative 6B minus 4C equal 0 من هنا negative 2 minus 4 negative 6B plus C equal 0 ومن هنا negative 6B minus 4C equal برضو 0 سويهم ببع negative 6B plus C equal negative 6B minus 4C beta سوي هو هنا negative 6B minus 4C equal 2 مش equal 0 فمش هسويهم ببعض هكمل فورقة تانية أكبني ما كتبتش اي حاجة هنا طماني اني عندي نكتب تاني لان Segunda نعمل لهم نعمل لهم هيروحوا مع بعض فالسي هتطلع نجيب منها ونجيب الاي كمان انا عندي ويبقى الاي عندنا 12 over 5 نعمل بقى في الانتغريشن انا عندي الانتغريشن 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 بلس 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 2 over 5 over x square plus 2x plus 6 dx احنا مشكلتنا في اللي فوق ده هنضرب في 5 ونقسم برا على 5 خلاص انا هبدأ في ضع لطول الدخل اللي سخلاص ده يبقى لن absolute x minus 4 هنقسم برا على 5 1 over 5 integration negative 12x plus minus 2 over x square plus 2x plus 6 derivative ده هيبقى اي 2x plus 2 طيب هو في مشكلة هنا ان احنا هنضطر نعمل partial fraction تاني لان انا مش ها ده مش derivative ده مش derivative ده فانا هاخد الكلام ده واعيد عليها نفس الخطوات تانية على انها مسألة تانية جديدة لوحدة فمن فضلكم اعملوها واللي عنده اي سؤال هتلاقوا الاجابة بتاعتها في الديسكريبشن ولو حد عنده اي سؤال يسألني هتلاقوا الاميل بتاعي برضو في الديسكريبشن وفي شوية اسئلة كده اللي حابب بيحل اكتر على الدرس ده وشكرا